دي هي بنسميها خط الصدع يبقى هو منطقة انكسار وضعف في القشرة الأرضية ايه الرسمة اللي احنا شايفينها قدامنا دي؟ دي عبارة عن مقياس ريختر ايه مقياس ريختر دا؟ مقياس ريختر دا اللي احنا بنحدد به نوع الزلازل والدرجة بتاعتها يعني اما زلزال ضعيف اقل من اربعة قوي من اربعة لخمسة مدمر يعني بيضمر المباني والمنازل وبيعمل مشكلات كبيرة او شديد التدمير اللي هو بيقضي على مدن كاملة وده طبعا من ستة ونص لتسعة بنقيس الزلازل بايه؟ بنقيسه بمقياس ريختر بنقيس الزلازل بايه؟ بنقيس بمقياس ريختر طيب الزلازل بتسبب حاجة تانية برضو اسمها حاجة اسمها التسونامي احنا سمعنا الكلمة دي كتير قوي يعني ايه تسونامي؟ كلمة يابانية في الأصل يعني طبعا من اليابان معناها موجة الميناء موجة الميناء يبقى يعني ايه تسونامي لما يجي وليما المقصود بتسونامي؟ كلمة يابانية الأصل معناها موجة الميناء وهي موجات المد الزلزالية يعني ايه؟ يعني بيحصل زلزال كبير في البحر أو المحيط وبتحصل أمواج مرتفعة جدا 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 زي ما شايفين في الصورة زي ما حصل في تسونامي 2018 وبتغرق الشواطئ اللي قدامها وفيه مدن وجزر كاملة اختفت بسبب تسونامي ده يبقى يعني ايه تسونامي؟ كلمة يابنية معناها موجة الميناء كلمة يابنية معناها موجة الميناء طيب ايه أشهر مناطق اللي بيحصل فيها الزلزال يعني يا ترى يا ميس احنا في مصر هنا عندنا منطقة للزلزال يعني معرضين للزلازل لا فيه مناطق بيحدث فيها زلازل متكررة معروفة ان المناطق دي خاصة بالزلازل بيحصل على طول فيها زلازل ايه هي بقى دي؟ واحد المنطقة اللي بتحيد بسواحل المحيط الهادي غرب الامريكتين يعني المناطق اللي حوالين المحيط الهادي غرب امريكا الشمالية والجنوبية وشرق اسيا طيب اتنين المناطق الممتدة على طول السلاسل الجبلية طول السلاسل الجبلية الالتوائية يعني اي سلسلة جبلية الالتوائية في اسيا او اوروبا الجبل اللي كونت نتيجة الحركات الالتوائية يعني بيوجد فيها زلازل معرضة للزلازل تالت حاجة اللي هي في الصورة قدامنا دي منطقة الاغدود الافريقي المنطقة الاغدود الافريقي العظيم وده عبارة عن شكرا انداء